اشتركوا في القناة ودعيان ان الحريق خرج عن السيطرة والتهم اجزاء واسعة من المنتجع فيما هرعت سيارات الاطفاء للمساعدة في اخماد النيرام وبحسب المصادر فقد تم احتواء الحريق بعد تدخل سيارات الاسعاف فيما تسببت النيرام بدمار واسع داخل المنتجع ولم يتسبب باي خسائر بشرية الحمد لله سلامات واما عن سبب الحريق قال احد العاملين بالمنتجع ان سبب الحريق هو قيام احد العرسان باشعال العاب نارية داخل الفندق مما ادى الى شرط قهربائي تسبب في حريق المطعم والفندق والحمام الحمد لله على السلامة اعزاء المتابعين وبكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بامان الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته